خلال مؤتمر انفيديا اللي سبق معرض مطورين جي دي سي في مدين سان فرسيسكو انفيديا أعلنت وتحدثت عن التقنيات اللي قدمتها في عالم رسوميات في السنوات الماضية وأيضاً أعلنت عن تخفيض سعرها الرسمي لبطاقة 1080 إلى 499 دولار واستعرضت فيديوهات مختلفة مثل هذا الفيديو اللي استعرض الظلال في الدخان وانعكاس الإضاءة وبعدين انفيديا أخيراً قامت بالكشف عن البطاقة المنتظرة والأقوى في الساحة حالياً الجي فورت جي تي اكس 1080 تي اي خصوصاً لما تم كشف عن سعر البطاقة الجديدة 699 دولار أمريكي أرخص بكثير مما توقع المحللي بطاقة جي فورت جي تي اكس 1080 تي اي تتوعد ثاف أضعاف سرعة البطاقة السابقة وتعمل أيضاً بمعمرية باسكال وتمتلمك 3584 نواة كودا الخاصة بنفيديا و 12 مليار ترانزيستر والبطاقة تمتلك 11 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية الجي دي ار 5 اكس بسرعة توصل الى 11 جيجا بايت في الثانية وان كانت هذه الموصفات ما تكفيك البطاقة تدعم تقنية SLI اللي تسمح لك توصل اكثر من بطاقة في نفس الوقت لزيادة اداة جهازك وايضاً تكلموا عن الشادو بلاي هايلايت وهو عبارة خاصية جديدة للشادو بلاي فكرتها انك تخيل انت قاعد تلعب لعبة وفجأة سويت حركة رهيبة مثلاً طلقت دبل كل تربل كل الاشياء هذي وودك تسجل اللحظة الشادو بلاي بنفسها بيسجلك اللحظة هذي بنفسه وعشان ما تفوتك ولما تدي الجولة بيعطيك خيار انك تفتح اللقطة الرهيبة بسرعة وتعدل عليها بحيث انك تقدر تقصر المقطع الطاولة شوي بعدين ترفع الشبكات الاجتماعية المفضلة لك وهذه كانت معلومات المتوفرة عن كرت الشاشة الجي تي اكس تن اتي تي اي قريباً ان شاء الله رح لنستعرض اكثر بمراجعته على قناتنا في تيرو كايمينج كان معكم فاتر الشيحة مع السلامة